اشتركوا في القناة إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية كما جرت توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وقامت جلالة الملك المفدى كذلك بزيارة إلى المعرض الروسي العسكري الجيش 2016 المقام في مدينة كوبينيكا بضواحي العاصمة موسكو وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته مطار موسكو رئيس قساوسة الكنيسة الأنطاكية الروسية نيفون سايكالي ومدير المراسم بوزارة الخارجية الروسية وسعادة السيد أحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية وسعادة السيد فاكيف جارييف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين وأعضاء السفارة البحرينية وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى برسالة شكر خطية إلى فخامة الرئيس الروسي أعرب جلالته فيها عن خالص شكره وتقديره لفخامته على دعوته الكريمة لجلالته لزيارة روسيا الاتحادية وعلى ملقيه من كرم وحسن استقبال وظيافة تعودنا من فخامته وأكد جلالة الملك المفدى أن روابط الصداقة والعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية ترتكز على أسس متينة من العمل الجاد والمتابعة المستمرة وأن زيارة جلالته إلى هذا البلد الصديق ونتائجها المثمرة التي تمثلت في التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الهمة دليل واضح على الحرص المشترك على تطوير وتمتين العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات كافة معربا جلالته عن تطلعه لاستقبال فخامة الرئيس الروسي في مملكة البحرين قريبا لتكون فرصة جديدة للالتقاء بفخامته ومواصلة التعاون والتشاور وتنسيق المواقف حيال ما يهمنا من قضايا المنطقة والعمل على الانتقال بعلاقات الصداقة بين البلدين والشعبين إلى مراحل استراتيجية متقدمة تحقيقا لتطلعاتنا ومصالحنا المشتركة كما أعرب صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عن سعادته للمشاركة في المنتدى الدولي العسكري الثاني الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية هذا المنتدى الهام الذي احتضنا عددا من المؤسسات الكبرى في مجال التصنيع الدفاعي وصناعات الحربية معربا جلالة الملك المفدى عن أسماء آيات التقدير والاعتزاز بعلاقات الصداقة التي تربط جلالته مع فخامة الرئيس الروسي وبين البلدين والشعبين الصديقين متمنيا جلالته لفخامته دوام الصحة والعافية ولروسيا وشعبها الصديق دوام التقدم والرفع والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر